اشتركوا في القناة من الليلة صهرتنا الليلة كان استقبله ضيوف عزازة على قلوبنا الليلة معهم كلها حماس ونشاط الليلة ليلتنا والصهرة صهرتنا والليلة صهرتنا صهرتنا حلوة الليلة صهرتنا حلوة الليلة بوجودكم معنا بوجود هذا الجمهور الجميل داخل البلاتو وبحضور ضيوفنا اللي غنستقبلوا اللحظة حيوا معي وبحرارة ساعد سنهاجي وإكرام العبدية اشتركوا في القناة 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 يرحم أموتنا واللي مرد وتشافها الحمد لله عليه والإسلام تو وكاملين ندزنا من هذا الحالة هذه وكنت مننا ربي يعجل بالهد البالاء يمشي لنا إن شاء الله هاد شي اللي كانت منناه إكرام أنت كيف داست هذه المدة يعني لابغينا نلخصوها الحمد لله داست مزيان وكنت منه إن شاء الله يتصرف علينا هذا الوابع إن شاء الله نرجع إن شاء الله الحياة وانتي فرحتي براس كيف تنقوله في هذه المدة من طبيعة الحال واش بحل سي سعيد كتفكري حتى أنتي تهاجري تغادري المغرب ولا هادي فكرة ما ورداش نهائيا إيا كاين الهجرة ولكن بقى متربتاش بي مازال مسخيتي شيا مسخيش ماقدرش ما نسخش بلو مغريب بصح وتل مغريب ما يسخش بي نوصل لحديثنا من بعد ما نستقبلو ضيوفنا الآخرين حيوا معي بحرارة فاتن هلال بيك ويوس بروش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس أمتي ونحكي لك علي قرار آه علي قرار من مرسي لك علي قرار بس أمتي ونحكي لك علي قرار وامسح دموع مندي لك علي قرار بس أمتي ونحكي لك علي قرار وامسح دموع مندي لك علي قرار بس أمتي ونحكي لك علي قرار وعلي قرار وعلي قرار اشتركوا في القناة يا ليلي آه يا جرح آه يا حبي آه يا ليلي آه يا جرح آه يا حبي آه موسيقى الحب دوبنا تهنا وتوهنا آه الحب دوبنا تهنا وتوهنا وتهيت المرسيل بالنار والليل موسيقى وتهيت المرسيل بين النار والليل مطل الشر منا مع برسومة في المناديل بس أمتي ونحكي لك علي قرار وامسح دموع التنديل عليك أخا بس أم أحكي ونحكي لك عليك أخا وامسح دموع التنديل عليك أخا وعلي قرر وعلي قرر تنسية علي قرر العليا تنسية في ديو حسري بين فاتن هلالباك ويوسف بوروشت تفضلوا معي نورتو البلاتو ومساء النور ومرحبا بكم بجمال فاتن غبتي علينا ها ؟ الجمهور توحشك وتوحشناك حتى أحنا حتى أنا توحشكم ولكن كانت الظروف، نقدرون أن نقوله الظروف جميلة زوينها زواجون بعد بيبي، تبارك الله الله يحفظها نعم، شكرا براء الله وفيك وهادينا نقدرون أن نقوله رجوع جديد للساحة الفنية، سافي؟ نعم، نحن بنافس جديد مساء الورد ومساء الياسمين عليك على جميع الحضور الطيبين وعلى الفنانين الذين ينورون هذا المجلس وكل المشاهدين الذين يتبعوننا في الحقيقة كما قلت كنت مشغولة بالحامل وبالولادة ومبعد تربية البنية ومبعد جاءت هذه الأزمة دي الوباء الله يلطف بنا ولكن هذا ما يمنعش أن الإنسان أو الفنان أو كيفما كان كيت جدد كيفما قلت هذا ستكون بداية جديدة بنفس جديدة إن شاء الله ولادة جديدة إن شاء الله يوسف مساء النور مرحبا بكم معنا الأول مرة في الليلة صهرتنا لا لا أخطيك مساء الأنوار لكم كاملين ومجميع المشاهدين ومجميع المشاهدين أختيو الفنان اللي معنا أخي السعيد أختيو إكرام وطأكيد يوسف أنت مشوار طويل في الساحة الفنية ولكن قدروا نقول وحتنت كانت ولادة مؤخرا جديدة لأنه اختارتي أنك تغير الاسم الفني لك الناس لسنوات كانت يعرفوك بيوسف القسمي ولكن اختارتي منذ سنوات أيضا تلسنين كنتظن لربع سنين أنك ترجع الاسمك العائلي يوسف بوروش أنا في البداية الأمر في أول ظهور لي في التلفزيون كان بيوسف بوروش من صافرت أو ترجعت لتلت الاسم جديد يوسف القسمي ولكن مؤخرا رجعت الكنية اللقب اللي هو يوسف بوروش اللي هو الاسم العائلي وماشاء الله انت معروف بالتعدد في أداء يعني ألوان مختلفة وسي سعيد حتى ومخش شايت هو معروف يعني ماشي غرب الشعبي معروف حتى بأداء أغاني جورج واسوف شوية الباراكة شوية الباراكة جورج المغرب الحمد لله لأن المغني المغني وصرته لك أنا معروف ولا زمع لي حشو ما يكون كدير مثلا غير واحد اللون وكيعرف شفل شي لأخور انت تقول بلي الفنان خصي نوع شوية الغربية شوية الشرقية شوية تعمل الملحون اللي فيه بزاف لحواج كين نتعلموا منها كين بزاف الغناء الغناء ما محدودش إذا ما ما يخص شايب ندم يتسنط وبالصح هذو كلهم لذكرتي مدارس للواحد كي يزيد بهم القدام إكرام انتي فش تكوني بوحدك من غير الشعبي شنوك تدني شنوك تغني شكن دندن كي عجبن الأغنية الترابية وأغنية مغربية لأغنية مغربية الحال الكلاسيكية يعني القديمة ولا الحديثة ثورات المغربية القديمة مش ايد عصرية المغربية الجميلة واللي كلنا كنحبوك ولكن احنا نحبك في اللون الشعبي والجمهور لليل سهرتنا بغي سمعك الشعبية تحت صفيقاتكم إكرام العبدية موسيقى مرح لي ورد اليهان يا عص دوبك مبقى شي فيدي يلي قلبك حديد راني عيك بيك ومبقيت معي كنزين دوبك مبقى شي فيدي يلي قلبك حديد راني عيك بيك ومبقيت معي كنزين دي تقولوا ليها كانت تقولوا ليهم تمثل عليها وتمثل عليهم المتطفة وحشيين مدوني بني تمترش العيش مدوني بني تمترش العيش شفونا نافيه ولونا الثالية لي الصارح ليه ورد اليهاني دوبك مبقى شي فيدي يلي قلبك حديد راني عيقى بيكم وبقيت معا كنزيت دوبك مبقى شغير ياللي قلبك كذين راني عيقى بيكم وبقيت معا كنزيت بلي تقولوا ليهم وتمتل عليها وتمتل عليها لا تحشي ليش وتقول إبنى بتفنش العيش وتقول إبنى بتفنش العيش شغولة نافية ولولا تانية في الصرح لي ولولا تانية كن سنة ينبغيكم من قلبي ونزME لكن يوم أقرت أفوقي فكر فيك لي تقولوا ليها تقولوا ليه وتمتل عليها وتمتل عليهم ولا تب حشتي ليش وتقول إبنى بتفنش العيش ودخل ابنة من فرمش نعيش شكونا نفيع ونونا نتابع خير صار حديد ومتنيا هادية موسيقى 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 بتاق فيها وقال لي تعهدني أنك تقرأها ومتدورش بأي حاجة التي يقدر ضرب الصحة ديالك وصير كمل في الميدان بالنسبة لللي دفعني أني نمشيت في الميدان أني صافرت على براو هذا والحاج يونس لله شافي وعافي في النهال الكبير ديالي الحاج يونس هو اللي وجه له تحية كبيرة كلها احترام وحب وتقدير حاج يونس خير وعلي كثير بسافة واحد من الناس اللي ساقوا فيها كنت لقيته في برنامج هنا في الدوزام في 94 في نغام عربي وطاق في الموهي بدييالي وقال لي أنتفلنا انتبارك للله خاصتك مشي مزيان بعيد وبقم ستامر معي والحمد لله ومني كيكون اسمي يعني وازن بحال هكذا تيقول لك وخغير كليمة زوينة راح كدخل قلبك تفرح فاتين شكون ليعتاك الشحنة والطاقة باش تنطلقي في المجال هي الشحنة كانت ويراثية لأن الوليدة ديالله يرحمها كان عندها صوت تربي بامتياز وكيف ما قال القديدي لأننا نوصله في المسيرة الفنية شريطة أننا نكملوا الدراسة ديالنا فهذا هو الشرط الأساسي اللي كان عندي جوج الناس خارج العائلة كانت المحامية الأسادة بوشرب الرجال اللي كان وجهلة تحية من هذا المنبر هي اللي شجعتني بزاف وهي اللي كنت عملت معها مشروع أول ألبوم ديالي مكتش معروفة نهائيا والأستاد حسن القدميري لي كان وجهلي تحية كبيرة يعني لو لا لما كانت الاستمرارية هو اللي هداني أغنيات مشاغبة كأول أغنية واللي هي من كلمات الأستاد عبد رفعي جوهري فكانت بداية اللهم لك الحمد موفقة كانت بداية جميلة ومن طبيعة الحال كينضاف على هاد شي كله حب الجمهور لأنه بلا الفنان ماكيسو أولو والجمهور كان شجع وساند هات الجوج لي غتشوفو دابا جوج ديال المشاربين تي مشاربة بوحدك هما جوج المشاربين حيوا معايا مالك اسماعيل موسيقى عاشبيننا الله ينسركم يا اسماعي يا اسماعي قدت لك هذا التلفاز الذي يضيق وشارك يجب أن نحن أن لنظر لأفسك أعطي لأني فرصة للبن في التلفاز او زيّعك فرص كنا كنت سنتحر كون مدلس في الفيزاك سافيه تموت ماذا يا أخي؟ ماذا؟ ماذا؟ انا سنتحق أيضا أسماعي ماذا صعب لك؟ ومعنار سنتحرت سبعات المرات في سامحيني وما ترى الأول أسماعي هل هذا ما تريد معنار أسميته التمثيل؟ ما أنا رب التمثيل؟ تدعقنا معنار أحنا وأنا سوف نمتل حسن من رجلة كاملة لكن أنت لم تمثيل؟ أنا لم تمثيل أنا لم تمثيل ما أعطيتك تماما؟ كم ترى التمر تمر؟ أم أنني دائما مع الممتيلين كلهم صحابي سرسة الروخ براد بيتش ويلس منتش أشراف حاكيمي نقلس معهم كاملين هل تمثيل معهم؟ لا نعم 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 سمعي ما أعطى التمر للتمثيل؟ أرى أنت توجد فيهم الحلاوة شوية شوية حلاوة في تمثيل نعم وليس لدينا أدور بطولة مع هفا ووهبة ليس كوفيتيرا شوية ما يكوفيتين تعالى التمر لا تتحمقني لا أعزل أيضا ما أريد أن أتبيع التمر أو أريد أن تتكلم لا، أريد أن نتكلم هكرا لا أريد أن نتكلم احنا أريد أن تتكلم أنا إذا أريد تمثيل الأسماعيل أريد أن تكون قاره التمثيل وقرأت شخص ومدوز المسرح لأنك تقمس الأضواء كيف تقمس الأضواء؟ تجربني أنا أضواء كنت أعرف أن أدر بوليسي ضابط شرطة مفتيش كوميسي كميسي تحية رسيد الوالي كنت أعرف أن أدر بوليسي أنا أعرف أن أدر بوليسي كنت أدام الناس أنا سأقوم بحاجة لك هيا 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 وحسا لك لماذا؟ نحن أتجربين أجربين أحنت أحسنتي خلقين الممتدين ماذا سيتم جيد نعم أحسنت الممتدين المغاربة يجعلون معهم ونعرفهم ونتظروا أحسنتي اقصية لماذا قتلت فاطمة؟ لماذا قتلت فاطمة؟ لماذا قتلت فاطمة؟ ماذا غير لم يجب الصعب لا يعمل والسردين لم يعمل انا ماذا صعبا؟ انا احبتك انا اتصوره و انا اخي خلصوني فتشي ليدلتر تردرب تمارا و انا اهرب انت فتنادي شي اسمع اذا اتشتغل للمغاربة لازالك شي حاجة لا تسمعش لي اخوة اشتغل لك اسمعي اشتغل لك تمتيل او او امريكا انا لا تسمي ايه والذي هنود بوليود موابتي زندقي فاطيما زندقي زندقي أمير خان كاجول نور فتحي فاطيما زندقي 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 أنا أرجم التصليل لك زندقي موابتي زندقي فاطيما زندقي زندقي لم اتحسسس بق 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 زلدق بق 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 زلدق بق 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 موم سيما نوت شي بق بق في الماء لان نهار السابعة يرجع عندك اسمعي يا صحي اقول لكم ما تخلينيش تانية صافيحة بالذنية ماك فتت موت ماك فتت موت ماك فتت موت انت رأى هيندي دابا ماكي الهنود قاما كيموتوا ياه ماكي الاسحب يا كيموتوا ودو الهنود وشنودرشي أما كنتجرنا الهنود الحمر كرة متية وهنا الهنود الحمر ليست كان رأيان في هينة فوق صحيحة الهنود الحمر ليست لبسا قبطت الخرشي فينا وقد قبطت أربا لزياندين لازياندين ومعنوهم اذا سوى الناس ممتعون هل تفعلون لزياندين ما تفعلون لزياندين أو هل تفعلون لزياندين مجرسي لا يントعي مزرع ها مرحبينيون قرمت einem الضيان وعندها أخذت لديه الضيان فى طائمة فى طائمة انا اقول لك ما هي الأمتحة هل يمكنك أن تفعل ذلك؟ يا أختي، أنت أولاً لكي أعجبك لكي أعجبك اللذاني السيسناجي لا يريد أن يقرر فاطيمة لكي أعجب فاطيمة السيسناجي الملج أعزيز عليك الملج السيد الملج السيد الملج السيد الملج أبتك أعجبك هل نعجبك؟ الأم أين أنت؟ أين لديك الملج أين لديك الملج أعجبك أتحدث لا تتحدث أنا أعجبك أنتم كانوا يمكنوا أن تدوروا بهم الحريرة بأغسيك مالك واسماعيل تقلقوا في أول مرور لهم معنا في الليلة صهرتنا شكراً على الابتسامة التي رسمتها على وجوه الضيوف والجمهور نتمنى أنكم تكونوا سمتعتكم أيضاً مرورهم معنا سي سعيد، إكرام، فاتين، ويوسف بما أنهم تتكلمون على السينما كيف يفكر أنه يمثل؟ كيف سعيد؟ في أحضر قصة الغناء، كنت أصغير، ويجب أن أماني للغناء بمثل فرصانات نسول بقي السورة بقيتنا على الأخراج لأشخاص أكثر وأنهم يفعلون أماماً الосьين ويجزوين لا، 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 أعطني على الأخراج وبقي السورة انجتنا على الأنمان ومثل لابتنى هذا الشيء الليقة سأكتب كل جديد أخذ كل جديد أكرم، هل هذه الفكرة وردة أم لا؟ لماذا؟ لم أكن هناك دور في أمام المغنية أو شيخة هل تستطيع؟ شيء قريباً للمجالك يوسف فاتين، واذا تعرضت عليكم الفكرة من قبل؟ هل كانت تجربة؟ سوف ندخل مؤخراً مع الفنان محمد ظهراء كنا نعرفه محمد ظهراء سوف ندخل معه في فيلم الذي سوف يكون الإنتاج له هو ألعب معه دوراً نكون نوياه سوف ننكله إن شاء الله في مدينة العيون وهذه أول مرة أخرى سوف نقول له وهو أعلن الإعلام مؤخراً في إنتاج فيه ونتمنى إن شاء الله تتوفق إن شاء الله، موفق، وأنتي عودينينا على تجربتك أنا تحية للكوميديون لأن أنا بكيت أنا بالضحك صح؟ تبارك الله عليكم لأتم صحة كان عندي عدة تجارب كان عندي شرف أنني تعاملت مع الأستاذ حسن بن جلون في فيلم تلفزيوني بعنوان يمّا وفيلم سينمائي بعنوان القمر الأحمر اللي كان فيه كيروي فيه القصة ديالة الرحل عبد السلام عامر وكان عندي شرف أنني نقوم بدور الملهمة ديالو الزهرة وكان عندي عود شرف للتعامل مع الأستاذ إياد الخزوز المخرج الأردني في المسلسل بعنوان كريمة لدكتور مانع سعيد العتيبة وكانت مننا إن شاء الله أن تجيشي فرصة واحدة أخرى لأن هادو قرابين للمجال ديالي كان فيهم الغناء كان فيهم طرب وتمثيل يعني يعني كينين أدوار لينقدر نتقمصهم كينين أدوار ما نقدرش نقرب ليهم وبغض نظر لهذا الشي كانت عندي حتى تجربة في المسرح يعني عملت مسرحياتين خاصة بالأطفال مسرحية ديال سندريان ومسرحية ديال قطرة نندا الجميلة والوحش وكنت الجميلة تبارك الله لا ما كناش غنقولوا لوحش نهائيا فاتين كمّلوا حديثنا من بعد ما نستمتعوا بوحدة وغي وحيدة ما دام قالوا هذا الشي كل ومخصمش يفوتوني أنا رأى من الثالث من الثالث فيلم وبقي مخرش بقي مخرش زي ما كتب أغي نخلي السر ويني من دويت ومع ومع الواعرين ديال المغرين أعطينا السبق الصحفي أعطينا أعطينا درت واحد الفيلم مع الأستاذ عزيز داداس ومع هذاك هذاك بوبكر رافق بوبكر بحالي هذاك لا هذاك بحالي هذاك نفس العقل درت سمعهم واحد الفيلم إن شاء الله سيخرج العنوان دياله البرج وازي سيكون زوين وهذا الكاستينكي سنشبعه أكيد تحية العزيز داداس ورافيق بوبكر من طبيعة الحال ونرجع للغناء معاك يوسف في أغنية للبحر الأطلسية نعيمة سميح يا كذر شكراً 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 ولعطات الطعب لبي ولعطات الطعب لبي حرشت عليها الجوار سلطت عليها الأحمار قالت لي هذا الفراغ لا تنتظر شيء يرفق بي حرشت عليها الجوار سلطت عليها الأحمار قالت لي هذا الفراغ لا تنتظر شيء يرفق بي يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة يا مسكينة حبيبك وحده اللي كواك سيري عالمه يافتي الجنة بيده أو جهدنا بيخليك كل دا كنت نصيب دواء كل دا كنت نصيب دواء كل دا كنت نصيب دواء والصباح أنا يا ملتواء أنا يا ملتواء أنا يا ملتواء حقك وعرحلت معاك ناروخ يسلخين علي فراقك ناروخ يسلخين علي فراقك ناروخ يسلخين علي فراقك شهد الخطوة ديرك كرم الخوة خبني منها بالدعوة بلياني له لايب لي وقالوا لي يا سعيد غير الامكان جرب حاول تنسى مكان إكراموا قانونية غير الامكان جرب حاول تنسى مكان بازل فعل قليقوا مفهماك يوم ليقوا يساموا بالتالي كان شوابي فسكتي عرفوني مواقف حياتي في الماضي والحاضر والآتي وانت تتصرف ولا علي تتصرف ولا علي يا كان شرحي جريت وجريت حتى شيئاً عزيته فيه جريت وجريت للديفا نعيمة سميح هي من كلمات علي الحداني وألحان عبد القدر وهبي استمتعنا به هدليل بصوت يوسف بوروش تبارك الله عليك يوسف وتحية كبيرة للموسيقيين والأستاذ نوفا الفاروقي ونوجه تحية حب للا نعيمة سميح نتمنى تكون على خير فاتن بحل هذه الأغاني هي من الكلاسيكيات اللي كي يتعلم الواحد في بداية طريقه لفاش يالله كي بداي يغني كيكتش في الموهبة ديالو انتي شنو ما أولى الأغاني اللي حفتي واللي غنيتي فعلا هذه المدرسة الأصيلة والمدرسة الحقيقية ديالكل مطرب اللي بغي تعلم الأغاني على حقها وطريقها أنا مليكنت صغيرة ما كانش أنا غادي نصدم الجمهور ما كانش عزيزة علي أم كلتوم كنت كان كرهها وكان كي يجوني الأغاني ديالها تقال فكانت أنا كان من الأكتر الأصالة ولكن هاتشي رمليكنت صغيرة رمليكنت عندي 8 سنين حتى العشر سنين من بعد 13 عام مليت كتشفت أم كلتوم وكتشفت الأغاني ديال فيلم أوبرا عيدة فاطمة الأغاني اللي كانوا صعب وفتنا هذا أفلام سلامة كانوا أغاني وازنة وكنت كان نغني مع الكاسات يعني كنت كان نغني في نفس الطبقة ديال أنك لتم هكا باش كنت ندير الفوكاليز يا سلام يوسف حتى أنت بدتي صغير الغناء أنا بدتي تفات 12 سنة 12 عام سافي ولكن 12 عام ماشي يعد بدتي تغني بدتي تحيي الحفلات 12 عام ديال تليفيزيون ديال في القناة الأولى في 12 عام في 87 دابا اللي أول حاجة كنت نغني عن أملك دابا ناصرتي حسبو شحل عندهم نعام شحل عندهم شحل عندهم قريب قريب عيد ميلادي أنا صناجي باقي صغار بشمل خشمكو ساعد كلا باقي صغار أصر تعرفوا عن مسألة أنا بالنسبة لي السن غرقم عندك الحق سن رابي الله يدليكم مش من السن غرقم الله يلا رقمت لا لا الشباب شباب الروحة سيساعد سيساعد الروح اللي في كنت دابا ما عنش واحد عنده 22 عام بصحنة تعدك 25 عام دابا ولكن الروح اللي عندك ديت نراج يوسف قلت لي أول مرة كنت على القناة الأولى في 87 عاقل ما زال على تفاصيل على شداد الميكرو كان شي خلعه؟ لا غنيت سلمي تهم وحسن الحقش تغنيت على الملك الراحل الحسن الثاني فتغنيت سلمي تهم وحسن وكنت بقي صغير ولبسوني واحد لبسا مصريا وطلبوش وطلعت كان نغني عاقل ذلك نهار لم أكن نهار كامل بالخلعة نعم بالخلعة لم أكن نهار كامل وموصلتنا وفي صورتنا يجوز تصباح وانت بعد ما كنت يشغي واحد نهار سيساعد وقل رأي واحد السيمانة هو ما يعيش ما كنت نفش عود لنا أول مرة غنيتي ما أول مرة غنيتي أول مرة وقعت بالكوستيوم والأربع بالكوستيوم والخميس بالكوستيوم وشبا أنا كلها وكيت الثبت غنيت عادرت عيز وحييت القوستيوم بالفرحة والقصة مترصح بالفرحة إكرام عودينا على أول مرة غنيتي وش ما زال عقلة أول شدة الميكرو ما زال عقلة كنت غنيت مع الحجة الحمدوية لرحمة عندي تسا سنين وكنت غنيت بقي كان عقل العيطة العمالة وديك ساعة عندي تسا سنين يعني حفظها وكنت حفظها يا سلام وكيف قال ساعة النجين ما كنتش كان زعمال الفلوس أنتخلص ما كانش عندي إشكال وشغال يأخذ مبلسا ولزوين ولا أخيب ما عندي إشكال وخيكون حيات مقشر ورايا المهم ونغني وكيف كان قوله نبرد الساكن هالشي لي كايل حيات المحرك من طبيعة الحال هو الحب وشغف بهذا بهذا المجال نبعد الفلوس كأتجي ياك لواحد غير سبرا نرزقه الفلوس الفلوس غير زيما أول حفلها جاء والناس يطعوا لي بجن نغني لأشعال خديد ستين درام فعل خير وبرك أستي ساعد المهم ركمتها أنت الحرف هذه الساعة في الوقت ستلاف درام درام بالصح وكتب قد ذكر من طبيعة الحال أقوى من كل شي فاتين سنرجع معك للغناء شنو تختاري تأدي للجمهور غادي نهدي الجمهور الكريم وغانهدي كونهدي الفناني اللي حاضرين معنا أغنية على عيني يا حبة عيني الوردة يلا فاتين هلال بيت ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 يا رقلي بيفس بليون وعقلي مش نونه موهي بديو أحكرى مش اللاما يتكالورا لسا نتقالى بديو موسيقى 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 سنقدم لكم جوج منها اليوم حيوا معي بحرارة جيو أكوبات ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة المعوائي الجصار الكبير هنا يعني لا تكون عندي شي 32 سنة و 32 ما كبير شيء زمغ حدا برا عندي بزافة عندك بزافة لا تبارك الله ما كتشيبش 53 سنة تبارك الله تبارك الله ما شاء الله الحمد لله ما بينش فيك يلا نشوفوا الصورة الأخيرة سي سعيد دين وليد الله رحمه الله يرحمه ويستعي لي الله يرحمه ومسكينة كيف كانت علاقتكم بيبي ديالها تكبرت وبقي بيبي ديالها وبحالي الله تولد دائما الله يرحمه الله يرحمه ويستعليه الله يرحمه ويستعليه لأمك تبقى عندها وحدة مكانة خاصة إكرام علاقتك بالوليد أنت كيف دايرة العلاقة ديالي مع ماما بالساف والحمد لله الأمهات شي حاجة مقدسة الله يخليهم لنا ولا يخلي لكم أمهاتكم حسنة إن شاء الله الله يخلي ميمات الجميع والله يرحم الأموات منهم ويلا نهديو شي حاجة لأمهات لك يشوفونا بصوتك إكرام العبدية تحت صفيقات الجمهور موسيقى اشتركوا في القناة 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 فاقي الغالي ده الغالي علينا غالي والعمره حيتنا ازاي حلوي من يومنا والله والله اقلوبنا كويسا موسيقى يا ليلي بعد سلامي للناس الطيبة فكروا بالمحافة وبأيام الصباح يا ليلي بعد سلامي سلامي للناس الطيبة فكروا بالمحافة وبأيام الصباح فكروا بالمحافة فكروا بالمحافة فكروا بالمحافة يا ليلي 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 لو علمت الدار بمن صرغة فرحة لو علمت الدار بمن صرغة فرحة وانشدت 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 فكروا بالمحافة ويجعل درى فرحة الوية يجعل ديبنا حلوية ويجعل ديبنا حلوية وتعيش الفرحة دايماً في لبنى قريبة يا لي يا ليل طويل شوية الصحبة الحيوى ديئية يليل طول شوية الصحبة الحلوة دي الغالي ده الغالي 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 ده الغالي ده الغالي ده الغالي الغالي قالها أمره حيت نساء حلوين من يومنا وليبا كويزا حلوين من يومنا والله للفنان سيد مكاوي بصوت يوسف بروش وحلوين فعلا الضيوف اللي معانا هاد الليلة تبارك الله عليكم نورينا في الليلة صهرتنا وانا كنقصرح عليكم نزيدوا مازال لعبوشي شوية موجودين يلا كنقترح عليكم أغنية في صورة ونشوفوا الصورة اللولة وتحاولوا تلقووا لي الأغنية اللي كنقلبوا عليها يلا شنو هات صورة غروب كنقلبوا على أغنية فيها الشمس يعني في عنوانها لا شمس العشية تقدر تكون شمس العشية وإلا قلت لكم أغنية خاليجية شنو هاتقولوا لي يا شمس لتغيبي يا شمس لتغيبي تبارك الله عليكم نسمعوشي مقطع منها فاتين يوسف شنو هاتقولẻ يا شمس يا شمس لا 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 تغيبي يا حبيبي الله الله أنا حبك يا حبيبي الله أنا حبك إنتم بديل يا نصيبي يا شمس يا شمس لا 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 تغيبي برابو عليكم نشوفوا سورة تانية سيسنها جي أدي ديالك يا مولي عبد الله ويا باني غر ولي زار كاكا يشوف الجناب الهر عنده تسحش رجم عنده تسحش رجم أتا صدي البحر أتا صار شرف الأصفار صدي القبلة يا درالي هو مولو عاما أسيا دير الشعب عثمان شكرا ساعدوا إكرام ويوسفوا فاتين أيضا لقيتوا الأغنية ونرجعوا للغناء هذه المرة معاك يا مشاغبة فاتين هلالبيك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة